موسيقى نہیں الموسيقى والكلام يدل على ما ذكر دلال يعني العلم يتعلق بما تعلق به الكلام وعرفين ما عن التعلق من علم كلام تان يعلق طلب وصفة الأمراض على قيادة طبعا المساحة العرام يكلمون في التعلقات من العريصات النتائج في علم كلام نتائج للتقيقة الصعبة ولكن الإنسان اللي هو عند علم وزياد يسلق بها فيه مقاضي احسان أعطر الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنهم ومعرف التعلقات يزداد إيمانه ويزداد يقينه لله سبحانه وتعالى ومجاء الكلام فالألم جزما والكلام جزما يتعلق بعض الشعب الأطفال لكن يختلفان فيه هذا تعلق انكشاثه والألم وهذا تعلق دلال إن جيدا الكلام يتعلق بما يتعلق بالألم وليس في العلم إلا تعلق واحد تنجيزي قديم وبعضهم قال لا يقال لا تنجيزي قديم ولا خلوحي قديم لأن قولة تنجيزي قديم يدنيه نحلمه مشهورة ومعرفتها بأوقات يجب أن تلجيزي قديم خلاص تعلمها يعني في أوقاتها إن ونسوجا على ما هي علم والألم وقولك بالفلوحي إيه تتخلقه جحلة فرحناها أين ورحناها العلم تعلقه بما يتعلق فيه الإيه الكلام يتعلق بما يتعلق فيه وتعلق الكلام لنحي دلالة تنجيزي قديم إذا كان دلالة إلا في الأمر والنحي تعلق الكلام لنحي تعلق الكلام لنحي تنجيزي قديم من حيث الدلالة أما من حيث الأمر النحي فهو تنجيزي قديم أيضا إلا إن اشترض وجود المأمور وهو تنجيزي حادث إذا قوة قبل وجود المأمور أو قبل وجود المنحي أما إن اشترض وجود المأمور أو المنحي أو المقابل حتى تنجيزي حادث لذلك دخلت على بعض العلماء برضه الأشياء وفي حال الان كان يسمع السلام القديم يسمع السلام القديم ويسمع محلد حقوق الحديث مثل البعض قال له أزيل الحجاب عن سيدنا موسى حتى تنعصت بلا كيف ولا صوت ولا حتى تقرأ إذا ممكن وقال هذا وممكن يقال هذا لأنه لو جعل تعلق الإتفارة بوجود المخابب إذا قلت أنه قال هذا للمخابب لا شك أنه في حاجة ويبقى له طرحي أفضل برضي أمولاك أعلى بصلاحياته للإتفار عندما يرجع والكلام يدل على ما ذكر يعني على ما ذكرناه من تعلق أخسان العلم دلالة مستمرة بغير انطفعته لأن كلامه تعالى أذلي ومعلوماته تعالى علمه تعالى أذلي أذلا وأبدا أذلا عشان فيه جانب الماضي في الجداية وأبدا عشان محزين بالإتفارة في الجانب المستقر هذا بالنسبة للمعا لكن إذا قلنا أذلي تبقى معناه أبدا لا مشكلة إلا إذا فرضتنا وقلنا قل لما هو أذلي فهو أذلي أذلي ولا عشان إن روح مثلا والجنة والنار أذلية ولكنها ليست أذلية لنقسم كده موجود لا بداية ولا نهاية هذا أذلي واقع موجود بداية ولا نهاية لا بداية ولا نهاية هذا أذل لتبقى بداية ولا نهاية هذا أذلي بعد كده بداية ولا نهاية إذا لم يكن له نهاية إنه له نهاية زي怎麼 لا إذا لم يكن له نهاية إنه 새 مياز أذلم لكنه له مخ بداية لكن أعودين العسب لا بداية له نهاية له نهاية لا يزال لا يزال لا يقول الله ليس باكل ها؟ ها؟ تنتاج بوجودنا فيما لا يزال تنقطع فيما لا يزال أما في الأزل لا؟ لن انقطعت لنا وجود في الأزل لأن شاركنا الله تعالى في الشفة أو في وقف الأزلية وهذا محال لأن الأزلية لم يشارك حقه سبحانه وتعالى في هذا الشيء فهو تعالى به يعني بصفة الكلام أو بكلامه آمر ناهم مخبر فهو في نفسه واحد لم يجب العقل ولا نقل على أن الكلام له ثاني والكلام واحد وإن تعلق بالأمر سمي بها آمرا بهذه السفرة وإن تعلق بالنهاية سمي نهاية وإن تعلق بالخبر سمي بصفرا يعني مثلاً مثلاً أنا متكلف كل كلام أمر كلام نحي كلام خبر كلام كل كلام واحد ولكن الثلاثة خسة عنهم نعم فهو في نفسه واحد أي الكلام وتكثره إنما بتكثر التعلم قاسي كالعلم والخدرة نعم نعم يبدأ المقدورات لا تتناهى أيضاً لا تتناهى يعني لأن الخدرة تتعلق بنعيم الجنة الآخر تتعلق والجنة إيه؟ دائمة نعم ويتجدد النعيم فإذا المقدور لا يتناهى لأن كل نفس المقدورات لا تتناهى فإذا كانت لا تتناهى كيف يتعلق به العيد؟ يتعلق العيدا لأنه لا يتناهى حدث الأرض ويتعلق بها الكلام لأنه لا يتناهى ألم يحشوا كده وضعت المقدورات ما تتناهى أنه لا يتناهى هل يتعلم بها الأذي؟ يتعلم بها الأذي؟ يتعلم بها ويتعلم بها كل ما له يتعلمел من معنى هذا أن هذه التي تتعلقها لا تتناهى وإذا كان كانت واحدة لأنه سبحانه وتعالى كل سانة البحر ومجاد المسجدات بطبع النسجد البحر وطبيع أن تنسى بكينات ولو يجبنا نمت في المدى ولو حتى تضعت أبقى روما في الأرض المزورة لأن ما نتبه ليه؟ لأنها لا تتناهى ما لا يتناهى لا يمكن حصل أما ما دخل في الوجود يعني كل ما دخل في الوجود فإنه متناهن ويمكن حصل لا يمكن حصل اللي دخل في الوجود بالبعن متناهن لأنه يمكن حصل لا يمكن حصل لا يتناهى ولا يمكن حصل يعني كيف يتعلق في العلم؟ لأن العلم لا يتناهى والقدرة لا يتناهى والكلام لا يتناهى ما نتبه إلا نجد البحر قبل أن تنفذ قبل أن تنفذ يعني أنا لو تضيت إلى البحر بحر وإلى البحار أبقى لأنه أبقى لو تناهت لأنه يتناهى وكانت الإنسان لأنها لا يتناهى وكل ما يجال عليه العدم عليه خطعا يستحيل من الخلال لا يتناهى لا يتناهى يعني هي ممكن أن توجد وتعلق بها ذلك لا يتناهى أو إذا توجد لأنها توجد ولكن في أوقاتها لا يتناهى بدليل تعلق بالعلم يعني هل مثلا يمكن أن يوجد في الثالث ما لم يكن في العلم أو ما لم يكن في العلم أو ما لم يكن في العلم ما لم يكن في العلم ليس بمعلومة لأن العلم تعلق بالكل معلومة فكل الشيء اللي هو لم يتعلق في العلم يعني أنه ليس يجمع وذلك يقول أن تقول هذا ليس في علم الله إذا كنت تعلم أنه مستحيل للدوء يعني لو قلت أن الله تعالى يعلم 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 أنه يعلم أنه ليس له أو ليس له ورد ليس كذلك بلد فلو قلنا لا يعلم أنه الله تعالى لا يعلم في السماوات أو في الأرض أنه له شرق يعلم يعلم ما ليس في العلم ليس المعلومة لكن كيف يتعلق في العلم على أنه ليس بمعلومة أو على أنه مستحيل يعلم ما كان كيف يكون وما لا يكون كيف لو كان يكون هذا غير موضي يعني أنه يتعلق العلم في كل معلومة وجدنا في العلم المعلومة ممكن أن يكون معلوم ومعلوم أنه لا يوجد لا يتعلق بالعلم من جهة أنه ليس بمعلومة ثلث يعني أو من جهة أنه ليس ليس الموجود يعني ليس بمعلومة ومعه أيها الأخير تقدم منك أو تقدم الإثبات الله يعلم أنه ليس إلا هو لي الله الله لا يعلم أنه لي نفس الموضوع زي ما سيقول أخبرنا عن شيء ليس يعلمه فالواحد يرسوك لهذا السؤال يعني 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 العلم الممشن يتعلق بالعلم ومجانب والمستحن أوضح قال أخضرني عن شيء ليس عند الله هل ليس عنده؟ أجابه كده على البابين قال أخضرني عن شيء ليس لله شيء ليس لله ولكن شيء أين؟ ومعبوم شيء أغرب قال شيء ليس لله وإذا له لأنهم يجعلون لله بناك السرحان ولهم فما يشترون إذا تكثره وإذا نحن معرفنا شيء نقاوم ونصرنا التعير من عند الجماعة وهذا لبرض أولاد عمنا ونصرنا التعليقات كالعلم والقدرة ولذلك تقسموه إلى أمر ونحي وقبر واستخبار هذا هو الكلام واحد ولكن السؤال ما وجدت أنه يجعلونه ومجه تقسيمه إلى أمر ونحي وقبر واستخبار باعتبار فمن حيث اقتضاهه أولوي اقتضاهه ليه؟ حيث لا تضعف إلا إلى الجمل فأتاه الله من حيث لم يحتكل ما ينفعش خديثة إلى مبرد إذا لبعض حيث نتدأ فوق من حيث اقتضاؤه فعلاً أو تركاً نسمى لو اقتضى الكلام أن نفعل شيئاً إذا هذا أمر لو اقتضى أن نفرك شيئاً إذا هذا نهر وهو هو الكلام ومن حيث تعلقه ومن حيث تعلقه بثبوت أمر لأمر أو نفيه يسمى خبر لا ثبوت أمر لأمر أو نفيه ويسمى خبراً أو خطماً إذا كنت تعريف الحكم الحكم إما عقل إما شرع فالخكم معنى لأمر فالإذن حكم إذا صبر وهل يشترد في تسميته بذلك يعني في تسمية الصفة مولانا أو الثلاث في تسمية الصفة بذلك يعني ثمية أمر إنما قولنا أن نقول له الأمر وهل يشترك فيه تسميته يعني فيه تسمية سفة الكلام بذلك يعني تسمية أمر تسمية هنا كالخباب وجوده وجود المخاببين بالفعل أو لا ومن هنا جدنا الاستلاف هل الكلام تعلق تنجيز حادث إذن قلنا باشتراف وجود المأموري والمخاطبين اللي هم له تعالي التنجيز حادث وإذا لم نشترك يجب اشتراف وجود المخاطبين ممكن نقول حتى مع اشتراف وجود المخاطبين أو مع اشتراف وجود المخاطبين برضو ممكن نقول حتى نجيزي قليلا ما نجيبش المتحاجي خاصة حتى مع اشتراف ليه؟ لأنه لا بد للمخاطبين من مرتبة في الوجود وهي الوجود اللي في العلم هذا كنت صلقته لأن الموجود العلم هو نفسي اللي هيكون موجود الخارج جد في كل واحد في وقته جيد فمثلاً علم الله في جميع خلقه في علمه الأزلي علم اللي إداً وعلم اللي إداعيذ Labor ولكن لن يعلم فلا علماً لو الزاعدٌ فى علمه ذو حيث فى اللوجهه إلى اللوجه في الوقت الذي وجد بالطبس وعلمه في الوقت الذي اعتمداً فا Dylan نجيزي سنجد إيه؟ سنجد إيه؟ في العين لا يوجد شيء يخاطب في العين لا يوجد شيء يخاطب لا يوجد شيء يخاطب سمعه في الكلام عندما قال المعتدد لمن يتوجه استطاع في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنه لا يوجد لهذا الشيء في سارج وإلا حيكون تحقي الحق إنه يجب ثبه في العلم لابد أن يكون المراد موجودا في العلم لا بد إن لا يمكن تطلب القدرة شيئا لا تتعلق به إرادة ولا إلية العلم وإلا لانقلب العلم ليحسينه هل يشترض في كسميته بذلك كالخباب وجود المخاطبين بالفعل أو لا ليه قلنا بالفعل أو لا لأنه لو قلنا وجود المخاطبين هم موجودون بالقوة ده مخاش كلام هو موجود يعني موجود لكن الكلام في وجوده بالفعل وليس في الوجود الذي سبق في علم الله تعالى وذلك قلنا كلمة القول بن عربي رحمه الله تعالى لما قال إن من أطلق القول بحدوث العالم فهو مفه ومن أطلق القول بخدمه فهو مفه فإن له وجها في الخدم باعتبار وجوده فيما تعلق به العلم وجوده في العلم عندما القول بإذن العالم قليلا من كل وجه يعني معناها أنه في الحادث لم يكن في العلم لم يكن موجودا ثم موجودا نعم هناك تعلق هل يشترك وجود المخاطبين بالفعل أو لا بالفعل لأنهم موجودون بوجه من اليوم خلاف الخلاف يقولنا ما نبعثه وما سببه وكيف نفهمه نقولنا لما يقول كلمة في خطاب الله الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين قال خطاب الله تعالى قديم ولمسلسون وإفعالهم حادثون يبقى في هذه الحالة نفر بعض الولماء من تسميته بخبار وقال كلام الوقف عشان لا يضع في اعتباره وجود من وجود مقارن أما قلنا لو وضع في الاعتبار لا مشكلة إذا كان الوجود في العلم أما إذا كان الوجود الفعلي هنا إيه؟ يأتي إشكال هنا مقصر يتعلم إلى تنجيز قديم وإلى تنجيز حادثة خلاف وينبني عليه الخلاف في الأحكام هل هي حادثة أهل أو قديمة يعني الحص باعتبار تنزيل شوف باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة الموجود اكتفاءاً بوجود المأمور في عالم الأمر أكتفاءاً بوجود المأمور في علم الأمر في علم الله أو حتى في علم الأمر لأن الأمر فيه علم لأن هذا الأمر موجود في العلم وله تعلقات الكلام ثلاثة الآن نتكلم في حصر تعلقات صفة ثلاثة له تعلقات ثلاثة تنجيز قديم باعتبار ذلالته على الواجبات والمستحيلات والجائدات التي سيوجد منها وما لا يوجد لأن هل هذه ترثت شيئاً ترثت الواجبات يعني الكلام يدل على ما يجب لله تعالى من صفات الكلام وما يتمزه عنه من صفات والمستحيلات يعني تعلق كلامه تعالى القديم بما هو مستحيل أي أنه لا يوجد أو أنه لا يتعلق به العلم أو أنه ليس موجوداً في العلم ترثت وبعض والجائدات التي سيوجد منها وما لا يوجد لأن الجائدات شوف العبارة منها التي سيوجد منها يعني الكلام هنا فين؟ لا لا الكلام هنا في في القديم فلا يمكن أن يقول الجائدات التي وجدت من صاحب حيث لها وجود من؟ حيث لها وجود من وذكرت يوجد يعني فيما لا يوجد وما لا يوجد يعني ما علمه الله تعالى في الممكنات أنه سيوجد فيما لا يوجد أو ما علمه الله تعالى أنه لا يوجد لا يوجد لا يوجد أبداً لا يوجد لا يوجد لا يوجد فمن هذه الممكنات يعني الممكنات يعني الله تعالى في ممكن يقبل الوجود وفي ممكن يقبل العدد يعني ممكن يوجد ومنها ما سيوجد بالفعل ومنها ما هو قادم للوجود ولكنه علم الله أنه لا يوجد لأنه لم يستخدم ولكنه في ذاته ممكن يوجد لا يكون مستحيل ليس لذاته ولكن لغيره لأنه لا يوجد لأنه لأنه موجود شمس تاني في الشمس اللي احنا العمله ممكن 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 لكن تعلق علم الله تعالى أنه لا يوجد إلا شمس الثانية هي جائلة في الشمس لكن كون علم الله تعلق بها أنها لا يوجد كيوم استحيلة لكن لغيره وليس 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 بخلاف الشريك لله لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أما الشمس أو مثلا الفرس له مناحان هذا ممكن يوجد والله عارض في خلال الفرس يتبقين لا يوجد أو تبعمين هنا لكن هل تبق في علم الله أنه سيوجد مثل هذا النوع من الفرس؟ لا هذا مستحيل لكن ليس مستحيل مستحيل لا تبق فيه العلم يعني لم يدد في علم الله تعالى أن هذا النوع تجد ليس كمسين في الدنيا أو القوارين أو ثلاثة والعنقاء وعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والسل نجرب نجرب سيدنا الحمد لله وعلى عشر خمسين ساعة وما وجدت أحد من غفر ليه كله هذا حسب كله يشوف إبن فمشيهم على أساس اللي هم نفسهم يحب المذكرة ويحب الرحمة والصدق وهم لا يستطيعون أحد ولو كانوا بأيديهم مصاليل الأمور لا تدعوا لله فيهم وفعلا هم من تدعى حتى الإله الإله موصوف بالصدق والعه يعني بني آدم حتى لما يدعى يطلق الواجب مستحيله يدعى على ما هي عليه وارضوح يجدلها إلى قضيه يعني يعني فين لا 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 ده موضوع مشهور يعني ده موضوع إذا ينبني عليه الثلاثة في الأحكام هل هي حادثة أو قديمة باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة الموضوع اكتفاعا في علم الآمن وله تعلقات ثلاثة تنزيل قديم وبعدين تعرفنا تنزيل قديم نعم وصلوحي أو صلوحي قديم باعتبار ثلالته على الأمر والنهي قبل وجود المقاطبين شك تكلم يعني قبل أن نوجد يتعلق بنا الكلام ما تعلقا صلوحيا بمعنى بمعنى أننا عند وجودنا نقاطب به قبل أن نوجد يعني يعني كيف نقاطب بهذا الصباب الإلهي الذي هو قديم ونحن لم نجد كيف تعلق بنا نقول تعلق صلوحي قديم مش تعلق تنزيل وتنزيل حادث عند وجوده وممكن نلغي اثنين نسلم واحد فنجعل التعلق تنزيل قديم عند وجود المقاطبين قبل وجودهم لأنهم على أي حال لهم وجود في علم الله لهم وجود في علم الله وعظلنا للم يرجوع وجود الله إن لا فرق لأن كل ما وجد في العلم سيوجد فيه في الخارج وما لا يوجد في الخارج فمعناه ليس بموجود في العلم ليس بموجود في العلم ليس بموجود في العلم وذلك قال الله تعالى والله 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 بكل شيء عليم يعني بكل شيء وجد أو كائن في علمه فهو عليم به إذا كان هذا الشيء غير موجود في العلم إذن الله تعالى عليم به أيضا بس على أنه لا يوجد بس على أن الله تعالى ومن ثم يقول الله تعالى والله تعالى بأنه لا يوجد أو الله يغير عليم بأنه موجود بس صعب الآخر وأن الله تعالى بس شديد كم يهمها العوام على الجهد بس تثبت أن الله تعالى في أشياء غير موجودة هو الذي لا يعلمه معنى هلغير موجود في علمهfür لا وجود له لا وجود له على العلم ت لا يريد شيئا إلا إذا سبق أو كانت العلم كيف يقول العلم المخصوص بالإرادة كأنها تجعل الإرادة سابقة على العلم وهي اختفات من حيث أنها أجلية مخاش تركيز هذا قديم هذا قديم هذا قديم هذا قديم لأنه لا بد أن تتعقلها هكذا أول شيء كل ما تعلقت به القدرة تعلمت به الإرادة كل ما تعلقت به الإرادة في العلم لأن الشيء يجب أن تكون موجود في العلم ثم تخصصه الإرادة ثم تنجده القدرة يجب أن القدرة ماشية مع الإرادة والإرادة ماشية مع الإرادة والإرادة ماشية مع الإرادة لا تتعقل برضا ممكن أن نتعقل حيث أن نتعقلها إلا هي وليس فيها ترتيب لكن في أجنبتنا في ألهاء من العقين لأن هذه العقين لدينا تترتيبها لأن الفكر هو ترتيب معلومات كبيرة مع الإرادة موضوع معلومات كبيرة فإذا لم ترتيبها لأن الفكرة ليست أجل فإذا لم ترتيبها لأن الفكرة ليست أجل فإلا كان الفكر لا يقبل إلا ما هو هو أكبر لأن معناه لا نتعقلها إلا كده لكن ليس في نفسها؟ ليس فيها؟ ليس فيها كده القسم الثاني إنجاح نقلنا تقسيم استفاد من حيث استعلق فهذا استعلق كم قسم؟ أربعة سواء أربعة سواء أربعة سواء ماشية إنجاح الآن تتكلمنا في القسم التحول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بالجميع الذي يتعلق بالجميع أحساب الحكم العقل أول صفة الثاني العلم والحلم نقص إلى الكثم نقص إلى صفات الثاني سبعة فيها صفة لا تعلق لا هي الحياة فيهم اثنان لهم العلم والحلام فتعلق بالجميع أقسام الحكم العقل هننتقل إلى القسم الثاني ما يتعلق بالقسم واحد من أقسام الحكم العقل اللي هو ايه؟ الممكن وهو صفة ثاني أيضاً سبحانه اثنين واثنين بربح إبا القسم الأول يتعلق بجميع أقسام الحكم العقل وهو صفة ثاني العلم والإهم والكلام القسم الثاني ما يتعلق بجميع الممكنات وهو صفة ثاني القدرة والإرادة وإليه أشار بقول وقدرة إرادة تعلق بالممكنات ها؟ كلها أخذتها يبقى إذن القدرة والإرادة وهو صفة ثاني ما هو الممكنة الذي استوى فرقه يعني الممكنة يكتوى فيه الوجود والعدم لما يكون أنت في ذاتك لذي صرف النظر عن كونه لك خالق أنت في ذاتك ممكن توجد وممكن لا توجد كفة ثاني يبقى استوتر في ذاتك كفة ثاني الميزان لو تبقى الميزان لا يمكن ترجع كفة على ثاني فعلى ما لا تضع شيء يرخي الواحد يعني تضع فيها واحد مريح يرجع كفة على الأخرى ولو تركت على ثاني إلى أن تقوم الساعة وفقة دعم السرعة فيقول لك في ذلك القاعد العبد ما ممكن يوجد ترجع من غير مرجح نعم نعم الممكن لا مستوي فيه الوجود العبد ما الذي رجح وجوده على عدم أو حتمه على وجوده بل في حاجة مهمة العبد في ذاتك نعم الوجود هو اللي يحتاج إلى يعني سرعة فقون عدم يمش عاوز المرجح المنونين اللي عاوز المرجح كونه يتحول من معزين إلى موجود إذا لا يمكن أن يكون المرجح منه هو نعم وإلا لاجتماع النطيبان لهم إن في ذلك لو شعروا عدد نعم يوم النطيبان نعم يعني لو قلنا أن الممكن ممكن إيه يوجد يعني يرجح وجوده على عدمه بغير مرجح إذا هيجتمعنا في ذلك أولا قلنا وجوده مساواة لعدمه وإذا كانوا أولا قلنا وهوه مساواة والثاني هو هو الترجيح لو حاجة مش مساواة حاجة ذائف على حاجة إذا هيجتمع فيه المساواة والترجيح وهو مستوي يعني هو مستوي مع بعض مستوي وده أزيادنا فالمساواة ضد عدم المساواة والترجيح يعني الترجيح نطيد المساواة والمزوانة في الترجيح فلو قلنا ان الترجيح بغلب مرد في الاجتماع النظيران وهو المساواة والترجيح كوني عزم علينا بالشيء يبقى موجود معدون سألم واحد تقولي هول هاركة حتى هاركة حتى قبل اليوم بس يبقى موجود معدون سألم واحد نحن ما تتكلمنا في الاجتماع تتكلمنا في الترجيح اللي هو تعالى الاراضة اللي هو التخصيص انما انت تتكلمت فيه على انه وجد بعض وجده والمساواة في قبوله للوجود يعني مثلا قبل ان بعد ان يؤذي اخراج انما قبل وجوده عادينا رجح واحد على الاحي بصرف المزوعة بعد الترجيح دحويا اولا اولا هم كما رجح همانه وظيف يرد القرار كلان بأحكمهم كلان هو اولا بالتعليم في هاجه البرع كل ما استفقنا على ذلك ومع ذلك ما خضرتك ومع رأيتك ذا مقعدتها العودة قدرة الآن بيتكلم في الاراضة هذا الوجه يعني الخصص هذا الوجه على هذا الوجه لو قلنا في مخصص في تخصيص بغير مخصص يعني مع مع اجتمع النصيبات مع النصيبات محارس العقل محارس لا في ذاته قبل وجوده يعني مستوى فيه لأنه ده يدوى الردد عاوزين بينا قبل وجود العدم جزعت فيه ولكن قمت ممكن معها هناك حشب شيء عليه بيه مستحيل بيه ممكن بيه معنى الواجه بيه معنى المستحيل بيه معنى الممكن ناكل ولممكن يفعل لا يتبع لا يتبع لا لا يتبع لا يتبع لا يتبع لا يتبع لأن الممكن لأن يكون قابلا للوجود لا يوجد لا يوجد هناك عزم ذاتي هذا المستحيل يعني معناها لا يقبل الوجود أبدا لأنه عدم ذاتي إنما في عدم وهو عدم الممكن فهذا يقبل عشان يكون يقبل واحد على الأخر لازم يكون فيه مرجح والمرجح لا يمكن أن يقوم هناك أحسان ثلاثة ممكن وواجب ومستحيل طيب الممكن لا يمكن يكون ترجيح طرف على طرف من نفسهم لا يمكن لا يكون فيه مؤثر خارجي المؤثر الخارجي لا يبقى معنا إلا المستحيل وإن الواجب فالمستحيل ده عدم محددات لو كان واجح فأعضى لنفسه الترجيح من الناس فهو نفس الأوجه فكيف يقبل وجودا لغيره؟ مستحيل لك إذن يبقى إلا أن يكون ترجيح الممكن من الواجب إذن فالواجب هو الذي رجع أحد طرفين ممكن على الطرف الآخر الترجيح ده عبارة عن حشي ترجيح تأثير يعني الإرادة تخص هذا الواجب وبعدين ترجيح تأثير كيف حادث scheهر عند الله المستحيل نحن أحد صوف المستحيل إما كانت الآن ترجم قبل وجودك ترجم الآن في كلام بل أظهر أيضا؟ بالترجم الآن ما هو موجود في هذا عدد تحصيل حاصل ولو تعلقت القدرة بالمستحيل لما خلقت الحقائق لا تتعلق القدرة إلا بالممكن قبل أن يوجد أما بعد وجوده فار وعجيلا لغيره واضح تولى بشكل وله تعلقات ثلاثة اللي هو يتكلم فيهم بلتعلقات إيه؟ ما يتعلق لجميع الممكن قال الناس من أمريكا تطرق سيفر مصري من أمريكا ماذا لحد يجينا من نكمل الماضي؟ جاء الشيخ بالأمس هنا في كيرو لها أسبوع ماشى يوم السبت يوم السبت سافر يوم السبت الماضي سافر يوم السبت الماضي لا مؤتمر حوار الأديان يعني نحاضر بناء على قولي تعالى يقول لي لا أعظوا ولا أنتوا وهذا الحوار فران خلطها لكن ديناك ولي أطلع على لأن ديناك حاضر نحاضر نحاضر لأننا اليوم حدث بس يعني أهنغ بشلامة الوصول فأهنغ بشلامة الوصول عليها نحاضر يوم السبت الماضي يعانج بني عاف قبل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إذا أخذ مثلاً تركي وقر عياتها 26 سنوات خلاص من الآية واحد إلى 200 كده أنت حفظت الوحيد هذا مستحفظت أربع عياتها وهذه من واحد إلى 26 سنوات لا عندهم شي حفظة عندنا مراد؟ لا عندهم شي حفظة بسيط خالص حتى الحافظ سيد من السودان من سوريا من بلاد يعني إنما عندهم يعني الثاني يقوم في حكم العظم المستحيل كمان القسم الثاني ما يتعلق بجميع الممكنات وهو صفتان إنه الثاني الصفات من حيث استعلق وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أفضل أول قسم لا يتعلق حياة ما لا يتعلق وهو صفة واحدة ما بالشيء تعلق تصليها صفة الثاني وقسم يتعلق بمعثم ماش وبعدين فيه ثلاثة أفضل قسم منها يتعلق بالجميع الأفضل وحكم العقل وهو العلم ورحة وكلا بعدين قسم الثاني وقسم الثاني ما الذي يقول عليه يتعلق بالجميع يتعلق بالجميع واضح؟ نعم نعم يعني الأفضل وهو الفسم الراب ما هو الفسم الراب هذا الفسم الراب وإذا كان ثلاث أفضل من حيث استعلق وأربع من حيث استعلق وعدم استعلق الآن مستخدمين في التعلق نحن نذكر الكثم العقل هذا الكثم هي الثاني لكن لو اعتدار بالتعلق و عزم التعلق كثم الأقسام أربعة إذا اعتدار الكثم هي الثاني لكن احنا اللي هل من التعلق والعزم التعلق كثم الأقسام كام؟ ثلاثة أبدأ كام؟ ثاني القسم الثاني لا يتعلق بجميع الممكنات بجميع الممكنات بلا أهل استثناء ليه؟ عشان إخواننا البعدة المعتدين اللي هم قالوا ليه؟ أن أفعال العبادة مخلوقة للعبادة أي أن العبادة خلقوا ليه؟ أفعالهم للثاني بقدرة أعطاها أو أودعها أو استودعها الله تعالى فيهم ولولا أنهم قالوا بقدرة خلقها الله يعني أرجع الأمر في النهاية إلى الله لولا ذلك لكفرهم العلماء ولذلك نسهد قولهم إلى البدعة لا إلى الكفر لأنهم قالوا في الأشير أن نرخلق لله يعني قالوا العبادة يخلقون أفعالهم بقدرة أو دعا الله فيهم ولولا أنهم قالوا بقدرة لكفرهم العلماء لأنهم قالوا أن القدرة مخلوقة لله ففعلهم أرجعوا في آخر الأمر أو في نهاية ففعلهم أرجعوا إلى الله وإحنا قلنا أن الشيخ اللطاني في الجوهر قال ففعل كل عبده وما عنه الفاعل يقول فاعل إما أن تكون تفريعية وإما أن تكون فاعل ففيحة فاعل تفريعية هي التي تفرع على أصل يعني ترتب على أصل تخدم وفاعل فطيحة هي التي تفسح عن شيء مقدر عن شرط مقدر معناه أنه إذا تقرر ذلك فهو قال فكلمة خالق يعني صلى الله الخالق لأسعال الإبان والمراب بالعبد يعني كل مخلوق مش العبد هو الإنسان المثلث كل مخلوق عاقل وغير عاقل يعني ما يفضر عنه فعل سواء اختياري أو غير اختياري ولا نزاع في أن الله تعالى خالق للعباد إنما النزاع في أفعال العباد وأفعال العباد لا توجد مستثلة مستثلة لقلق العباد فكيف يكون الله تعالى خالقا لأسعال العباد وليس خالقا للعباد ولليس خالقا لأسعال وليس خدرت منهم نعم تعالى بعد كده فيه دليل قوي وصعب قال تعالى حكاية على إرسان إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم وأخبروا الصلاوات وأخبروا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة المسلم واجعلنا مسلمين مسلمين لتعرفة إيه؟ مفعول ثاني مفعول الثاني ثاني المفعول الأول اثناء واجعلنا إذا كان تعلم خالق الله بالمفعول الأول ما كيف يتعلقش بالمفعول الثاني العامل ينصب مفعولين مع بعض مفعول الثاني ومفعول الثاني فالثمين من خالق الله بالمفعول يجعلنا مسلمين والإسلام أليس فعلا احتياري؟ نعم غير احتياري ومع ذلك العجل العجيب يجعلنا يعني تطيير الشيء شيئا آخر يعني يجعلنا نبدلنا من حال غير الإسلام إلى الإسلام يجعلنا أنا من أجل الإسلام مع أنه تفعل احتياري بدليل الآية البعض وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافيانا وصفرناه وإنناه في الأخير إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت فأسلم تفعل إلا إسلم لأنه في الآية الثاني وفعل ذلك احتياري فأسلمت 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 بسبب جعل كلي مسلما لأنه هنا اتعلق بالنفعول الثاني وليسيط لاستعلقش بالأول لأنه إذا اتعلق بالثاني لازم يتعلق بالأول أنا هي اتعلق بالأول الثاني يعودوا آهم الثاني أنه اتعلق بالثاني مفتوح بالجنبس العالم يجب أن يكون أول نقطة الخلاف في الأسعار الاختيارية يعني فيما عليه مدار التخليف يعني يقول لي ما هو مناطق الاختيار اللي هو الأسعار التخليفية اسعل ألا تفأ يعني أسعار العباد لها جهتان تنسبوا إلى الله تعالى خلقا وإيجازا وإحداثا وتنسبوا إلى العباد كثلا أو لأنها قامت بهم أو ظهرت بهم لأنني لما أقول لك